اهلا بكم بعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003 وتغيير النظام السياسي فيه برز في الساحة العراقية عدد كبير من الاحزاب السياسية والميليشيات الطائفية المرتبطة بها وانتقل العراق من دولة الحزب الواحد الى دولة التعددية الحزبية او هكذا يفترض وبعد سن قانون الاحزاب من قبل البرلمان سنة 2015 بالرغم الا ان التجربة الحزبية في عراق ما بعد عام 2003 ما زالت بعيدة جدا عن تطلعات الشعب العراقي في ارساء نظام ديمقراطي حقيقي حقيقي التجربة الحزبية في العراق بعد العام 2003 هي ما سنبحثها في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية هل فعلا انتقل العراق الجديد من دولة الحزب الواحد الى دولة التعددية الحزبية الحقة؟ وهل يدل وجود مئات الاحزاب من مختلف التوجهات السياسية والفكرية على وجود حياة حزبية حقيقية في العراق اليوم؟ ولماذا اسست معظم هذه الاحزاب خاصة الطائفية منها ميليشيات وفرق موت خاصة مدجدة بمختلف انواع الاسلحة؟ ولماذا تعتمد هذه الاحزاب خاصة الطائفية منها على التمويل الخارجي برغم حظر قانون الاحزاب لهذا الامر؟ ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني فالح الخطاب ما يميز للعراق بعد الغزب الامريكي ظاهرة التفريخ السياسي فاصبح البلد ساحة مفتوحة لنشوء التيارات والاحزاب حتى بلغ عددها للعشرات بل المئات بين تجمع وتكتل وتيار ولعل ما ساهم في ذلك السياسة الامريكية التي كانت تنهال بالدعم على اي تيار ناشئ دون النظر الى مضمونه ومشروعه ان وجد تيارة لم تحمل في برامجها ما يعود على العراقيين بالنفع وتبتعد عن مفهوم الوطنية الحقة ضمن الساعة الديمقراطية المبتغات كل ما في الامر تنافس على السلطة وتسابق الى مراكز الفساد وفي بعض الاحيان تبادل وتستر على حالات الاختلاص المالي كما ان خريطة التحالفات المتغيرة بين القوى لا تظهر الا خطوطا واضحة تعتمد عليها الاحزاب في رسم منهاجها الحزبي وذلك تشهد له حالات التخلف بين الاحزاب الدينية والشيوعية والليبرالية ان صح التعبير ففي غابة السياسة ما اسرع ان يقفز الافراد من شجرة حزبية الى اخرى طمعا في المكاسب وساعيا وراء المناصب ورغم كثرة الاحزاب الا انها لم تتمكن من صياغة اي مشروع وطني ولم تطرح رؤية مقبولة لبناء الدولة ولم تفرز سياسيا فذن فجل ما افرزته مجموعة من المطبلين علاوة على ما احدثته من مناكفات عطلت مسيرة الحياة في البلد السياسة في العراق باتت اليوم مهنة من لا مهنة له وهي اقصر الطرق للثروة والجاه والسلطة وصارت كلمة السياسي تعني الفاسد والسارق ولم تعود الاحزاب تعبر عن التعددية بل تأكس التقاسم والمحاصصة للثروة والنفوذ موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي سنبحث فيها التجربة الحزبية في العراق بعد العام 2003 ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين ومعنا أيضا الدكتور فالح الخطاب الكاتب والباحث السياسي مرحبا بالضيوف الكرام جميعا مرحبا اياكم الله لو بدأنا مع دكتور رافع كالعادة دكتور هناك الآن في العراق أكثر من 330-350 حزب مسجل طبعا في مفوضية الانتخابات في العراق هل يدل هذا؟ هل فعلا أن العراق انتقل من دولة الحزب الواحد الشمولي إلى هذه الدولة الديمقراطية التي تتعدد فيها الأحزاب والكيانات ويتم التداول على السلطة بطريقة سلمية عن طريق سناديق الابتراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم ربما الكلام اللي وردته أستاذ ماجل صحيح جدا في آخر حصائية عام 2017 في وضية الانتخابات قالت أنه عدل أحزاب اللي شاركت بالانتخابات آخر انتخابات ما سمي بالانتخابات عام 2018 كان 349 حزب وكيان سياسي وفي عام 2014 السنة القبلها الانتخابية كان عددهم 239 ربما حزب وكيان فإحنا سنويا يضاف أعداد جديدة من الأحزاب بحدود 50 حزب سنويا يضاف إلى القائمة عندما تقارن هذا بأي دول ما يدل على التجربة الديمقراطية في مرحلة النضوج سنتكلم عن هذا الموضوع إن شاء الله إذا كانت هي تجربة ديمقراطية أو تجربة فوضوية عندما تحسب هذا الحساب ستجد أنه لحد الآن في يومنا هذا نتحدث به نحو 500 حزب وكيان ربما بهذا الاتجاه في الهند قرأت إحدى الإحصائيات في الهند يتحدثون طبعا الهند عدد نفوسها مليار وأكثر من مليار مليار ومئة مليون يمكن الآن عدد الأحزاب اللي موجودة بيها 1800-1581 حزب بينما في العراق اللي نفوسه 35 مليون عنده 500 حزب فلاحظ أعلى يعني رقم للأحزاب بالعالم كل لدينا في العراق بل هذا هليدل على أنه هناك ديمقراطية مثلما حضرتك تسأل هذه واحدة من فوضى التي أمت العراق من عام 2003 حد الآن مثلما هي فوضى أمنية فوضى سياسية جزء من عندها هذه الفوضى الحزبية هذه الأحزاب 85% من ما نتحدث عنه هذا العدد الهائل اللي بحدوده 500 حزب 85 إلى 90% منها تتشابه في شكلها في أهدافها في رسالتها في توجهاتها كلها مستنسخة شعب العراقي عموم الشعب العراقي لا يعرف من هذه الأحزاب 500 أكثر من 10 أحزاب أما الباقي الأحزاب فهي دكاكين واحدة من الشغلات المضحكة المكية في العراق لكن دكتور هذه الأحزاب تنتخب وتصل إلى البرلمان من ينتخبها يعني؟ نعم سنتحدث عن هذا الموضوع الحقيقي هو هذا ما يعني سأتي إلى الحديث عنه مفوضية الانتخابات عندما تقترب الانتخابات تعطي مبالغ من الدولة من ميزانة الدولة لكل من يتقدم لتأسيس حزب طبعا هي لا تشترط وحتى قانون الأحزاب اللي حضرتك تكلمت عنها بالمقدمة اللي صدر عام 2015 لا يشترط بتأسيس الحزب إلا فقرات يسيرة يقول أنه يقدم ورقة بأهداف الحزب وتوجهات الحزب وهي طبعا يجب أن تتطابق مع توجهات والسياسات العامة اللي موجودة في العراق الآن ويقدم قائمة بألفين واحد من محافظتين ويدفع مبلغ 25 مليون دولار تساوي لها حوالي 20 ألف دولار ويعطوه إجازة تأسيس مليون دينار عراقي نعم 25 مليون دينار عراقي متعادل 20 ألف دولار من أمريكي ويصبح صاحب حزب ويأخذ مبالغ كبيرة جدا جدا من الدولة لتمويل حزبة وتمويل حملت الانتخابية حملت الدعائية فبالتالي كثير من عندهم من هذه الأحزاب هي مجرد دكاكين لاسترزاق وهي تابعة لأحزاب كبيرة اللي نعرفها العشرة ربما وثمانية أو سبعة حزاب مو أكثر والباقي هذه دكاكين تمولها وتأخذ هذه الأموال وصرفوها على الفساد وهي باب من أبواب الفساد فبالتالي أنت تبحث عن نقطة مهمة ربما هل هذه تشكل ديمقراطية أم لا ما يشكل الديمقراطية نعم لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية ولا أحزاب سياسية بدون ديمقراطية هذه يعني هذه معادلة ربما يعني صحيحة لكن هل هذه الأحزاب يعني كحزب يجب أن يكون بفكر فكر سياسي سنتحدث عن قضية هو هذا اللي رشح الديمقراطية هو هذا اللي قضية الفكر أو البرامج الانتخابية لهذا الحزب أو الفكر أو النظام الداخلي لهذه الأحزاب دكتور عبد الحميد اللي العاني يعني هذا العدد الكبير من الأحزاب الموجودة الآن في العراق ذكر الدكتور نقلا طبعا عن فوض انتخاباتهم أكثر من 350 بمختلف توجهات فكرية وسياسية ألا تعتقد أن هذه الأحزاب تعكس فعلا هذا التنوع الكبير في المجتمع العراقي التنوع العرقي والإثني والمذهبي والثقافي والمناطقي وبالتالي هذه المكونات المجتمعية الآن تشارك في السلطة عن طريق هذه الأحزاب التي تمثلها يعني للأسف هناك فرق شاسع بين ما يجب أن يكون وما بينه كائن في عراق اليوم بعد الاحتلال ومن ضمنها هذا الموضوع موضوع التعدد موضوع الأحزاب موضوع ما يظن أو يراد أو ربما يعلن عنه حرية وحتى كلمة الحرية لا يوجد شيء اسمه حرية مطلقة لا بد للحرية أيضا من هناك قيود وضوابط لأن الحرية بلا ضوابط بلا قيود ستكون هناك فوضى وهذا هو ما حاصل عندنا في العراق ومن ينظر إلى هذه العناوين المتعددة فسيجد كما عبر الدكتور قبل قليل عنها بأنها دكاكين سيجد هناك تشابها كبيرا بين مضامين هذه الأحزاب بل حتى قسم منها ربما من يتزعمها ربما بعض الأشخاص الذين لمع اسمهم فيها خلال هذه العملية السياسية لأنه ليس لهم تاريخ ماضي حتى وأن اختلفت المضامين مضامين هذه الأحزاب أو تشكيل هذه الأحزاب أو مضامين فكرية لكنها في النهاية تحت أيضا يعني مظلت توجه واحد وهو العملية السياسية الموجودة في العراق هذا الذي أريد أن أقوله هذه الأسماء والعناوين المتعددة هي المفترض بها أن تكون هناك لديها برامج انتخابية مشاريع سياسية مختلفة ويكون التنافس بين هذه الأحزاب وفق هذه البرامج المختلفة حتى تقنع المواطن العراقي الناخب العراقي بأنه من الأصلح من الحزب الذي يمتلك الآليات إذا كيف أن تخيبوا أسل البرلمان خلال هذه 16 سنة الذي حصل على خمسة دورات انتخابية الذي ينظر إلى تاريخ هذه الأحزاب طيلة السنوات الماضية يجدها كما قلت قبل قليل أنتهي ذات توجه واحد هي عملية سياسية والكل يدور في فلكها كل يعني هناك يجب أن نفرق بين ما يذاع وما تعلنه هذه الأحزاب وما تنشره عبر وسائل الإعلام قبل الانتخابات وبعد الانتخابات كله للضحك على الذقون وللاستهلاك الإعلامي كما يقال واقع أمارهم هم يدورون في فلك واحد فلك العملية السياسية ومشروعهم أصبح واحد هم مشروعهم تنافس من أجل ما يحصدونه من نهب من المال العام وكيف يمكنون لهذه العملية السياسية استمرار العملية السياسية وأيضا كلهم يجمعون على حماية المحتل ومصالح المحتل قبل مصالح الشعب العراقي إذن أصبحت هي عناوين متعددة صحيح لكن في المضمون هو مضمون واحد وهو العملية السياسية الموجودة المقدسة لأنها هي التي تضمن لهم هذا البقاء وهي التي تحت مظلتها يتم خداع العالم أو يراد أن يخدع العالم بأن هناك عملية ما يسمى ديمقراطية أو انتخابية وأن الشعب العراقي هو الذي أوصلهم إلى هذه إلى كل ذلك من الأكاذيب التي تجري إنما هي كلها خدعة كبيرة تتم تحت هذه المضلة التعدد والمقدسة وبالتالي هذه الأحزاب الموجودة محكومة بقواعد وضوابط العملية السياسية المقدسة نعم الموجودة دكتور فالح الخطاب يعني هذا العدد الكبير من الأحزاب الموجودة الآن في العراق هل تعتقد فعلا أنه العراق المجتمع العراقي التجربة نفسها التجربة السياسية التي صممت بعد عام 2003 تحتاج إلى هذا العدد من الأحزاب السياسية ذكر دكتور عبد الحميد أنها أحزاب بنفس المضمون وربما حتى بنفس الشكل وبنفس الأطر يعني لا تكاد تميز بين حزب وآخر نحتاج فعلا إلى هذا العدد الكبير من هذه الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم يعني بداية ينبغي أن نتوقف عند بعض المسائل المسألة الأولى أنه لا توجد في العراق تعددية حزبية التعددية الحزبية في المفهوم السياسي هي عملية تداول السلطة بين أحزاب وطنية قليلة العدد ولكنها تقوم بمهامها على أتم وجه الآن النقطة الثانية أبرز ميزة للأحزاب السياسية أنها أحزاب وطنية ذات بعدين البعد الأول هو بعد يتماهى مع المفهوم الوطني مفهوم الوطني للدولة في سياستها الخارجية وفي منطلقاتها وفي أطرها العامة التي قائمة عليها البعد الثاني لأي حزب سياسي في الدول التي تعرف في التعددية الحزبية هو أن هذه الأحزاب عندها برامج داخلية تتنافس بما بينها في برامج الانتخابي من أجل خدمة الصالح العام لو ألقينا نظرة على الأحزاب ما يسمى الأحزاب الموجودة في العراق الآن لا نجد توفر أي بعد من هذه البعدين لا عندهم انتماء وتماهي مع الدولة ومفهومها الوطني العراقي ولا عندهم خدمة للصالح العام أو للمواطنين وبالتالي فقدوا أهلية أو قيمة أو تعريف الحزب بمعناه الحقيقي هذا رقم واحد رقم اثنين للأسف الشديد البيئة السياسية في العراق غير منتجة للأحزاب حتى الآن يعني هناك كثير من الكلام عن تجربة قبل 2003 كان يقال أن هناك نظام الحزب الواحد وهذا صحيح كان يقال أن هناك أحزاب سياسية في العراق وهذا صحيح ولكن عندما ننظر إلى البيئة السياسية في العراق البيئة السياسية في العراق لا تحتاج إلى حرية بقدر ما تحتاج إلى بلورة شخصية وطنية تؤمن بالعراق أولا ثم يلي ذلك بدليل أنه الآن نشهد حرية في حرية مثل ما قال دكتور رافع الآن قدم أنت 2001 يعني عريضة ومبلغ تافه من المال ثم تفتح الدكان اللي تريدها لكن هذه الحرية لا توفر الشخصية الوطنية التي يعبر الحزب عنها أهم شيء فيه دكتور كيف لا تعبر عن الشخصية الوطنية وكل هذه الأحزاب تحمل أسماء وطنية ترفع شعارات وطنية تتحدث عن الوطنية عن السيادة عن هوية العراق الوطنية ليلة نهار الناس تسمع شيء عن الوطنية معاركنا الوطنية كيف لا تعبر عن شخصية الوطنية إذا صح لنا الاستعارة فنقول إن هي إلا أسماء ونسميتموها يعني أسماء يعني ليس لها حقيقة هذه الأحزاب مثل ما تفضلوا الزملاء الأكارم هي عبارة إلى حصرناها عشر أحزاب أو أثمانية أو أكثر أو أقل كلها تأتمر بأوامر معظمها تأتمر بأوامر خارجية إما إيرانية أو أمريكية المال السياسي الذي يدفع معلوم وبالتالي لا تعبر عن شخصية البلاد الوطنية ولا تعبر عن حقيق يعني الخدمات غير موجودة شخصية البلاد غير موجودة هي تبع لقوى أجنبية وإرادات أجنبية وبالتالي أنت لا تحدث عن حزب بالمفهوم الحقيق للأحزاب هذه الأحزاب للأسف نشأت لظروف معينة كل الأحزاب الموجودة الآن في العراق لديها ميليشيات وفرق موت خاصة تتحدث الآن عن أنها هي من قاومت الاحتلال هي من أخرجت الاحتلال وهناك احتفالات أيضا تقام عسكرية أن هذه الأحزاب وميليشياتها كانت مقاومة وطنية عراقية أخرجت الاحتلال أمريكي من العراق هذا طبعا هذه دعوة تحتاج إلى دليل وحتى أنه للطرافة قبل أيام وزير الخارجية الإيراني تبرأ من علاقة إيران بقتل ستة آلاف جدي أمريكي ستمية ستمية عفوا والحمد لله طبعا الأمريكا تعلن وهي كاذبة أن عدد قتلها أكثر من خمسة آلاف فبالتالي حتى لو شاركوا وهم لم يشاركوا حقيقة إذن هذا أمر معلوم ومعروف لكن أقول شيء واحد الأحزاب الحالية اللي هي السبعة والثمانية الموجودة هذه في الحقيقة بعد احتلال العراق أعطت للبعد الطائفي شكل سياسي سنتحدث دكتور سنتحدث عن التكاري لأن هذه نقطة مهمة سنتحدث عنها سنتحدث عن المرتقزات الطائفية نقطة واحدة أنا أخالفك الرأي أن هذه الأحزاب لم تصنع ميليشياتها ولكن الميليشيات هذه كانت لها واجهة سياسية مثلتها فيما يسمى البرلمان نعم لكن زمنيا الأحزاب كانت متقدمة على قضية صناعة أو تشكيل الميليشيات دكتور رافع كيف يتم الحديث عن حياة حزبية متعددة حقيقية في العراق على الأقل كما يسمع في الخطاب السياسي والإعلامي ويتصدر المشهد من 2003 إلى اليوم خمس أو ستة أحزاب رئيسة هي حزب الدعوة المجلس الأعلى الحزب الإسلامي والحزبين الكرديين والبقية عبارة عن ملحقات عبارة عن تكملة عدد أو ربما حتى أحزاب تصنع من قبل هذه الرئيسية المشهد منذ ستة سنة يتسيد هذه الأحزاب الخمسة يعني هل سيقتنع الشارع بتجربة حزبية حقيقية موجودة في العراق يعني كيف سيقنع هؤلاء الشارع حقيقة أستاذ ماجد يعني ربما أنت ذكرت هذه النقطة نعم وأنت تسأل أنت كنت تجيب عن الموضوع الحقيقي لأنه طوال هذه السنة من عام 2003 نعود إلى البدايات عام 2003 عندما أطلقت هذه العملية السياسية بولي بريمر كان أول واحد شجع على قيام هذه الأحزاب على إنشاء الأحزاب وإنشاءها بكثرة وللمعلومات كانت هناك مؤسستين أو مركزين للدراسات تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون نعم كانت تدفع أموال في العراق لها مكاتب في بغداد تدفع أموال لشخصيات معينة كي يؤسسوا أحزابا كانت تريد أن تتوسع في الأحزاب أن تنتشر الأحزاب بهذه الطريقة وأي شخصية ممكن أن يؤسس حزب وحتى ما كان مطلوب عنده أن يجيب 2000 مثل ما هسه بعدين قانون الأحزاب 2015 هذا القانون البائس قبلها حتى ما كان أي شخص يتقدم بطلب خط يقول أنا أدى أسوي حزب يقول له لا أروح هذا ليس جزء من الحرية هذا جزء من الفوضى هذا لا يعبر عن حرية يعني وحتى الآن لا يعبر عن حرية يعني يعبر عن فوضى هم يريدون أن الفوضى تسكن الساحة كلها فبالتالي هذه الأحزاب لأن هم يعرفون أن الإطار العام إن لم تكن كل هذه الأحزاب الخمسمية التي شكلت ما كان شكلها إن لم تكن انتماءاتها أو توجهاتها طائفية أو عرقية لن تستطيع الحياة غير قادرة أن تعيش لأن الإطار محاصصي الإطار من البداية ضبطه على أنه إطار محاصصي إثني طائفي بهذا الشكل فكل الأحزاب التي تعمل ضمن الإطار السياسي ضمن هذه العملية السياسية يجب أن تكون إما طائفية أو إثنية قومية هناك أحزاب كردية قومية التميلي هذا وأحزاب أخرى طائفية شيعية على الغالب وهناك حزب سني يعني هذا المسار أو التوجه الطائفي للأحزاب هل هو قسري من قبل الإطار السياسي الموجود أم أيضاً في عملية مغازلة لما أثير في المجتمع من طائفية من توجهات طائفية نعم دعني أقول لك نعم أن البيئة الحاضنة لأي إطار سياسي هي من تولد هذا الفكر من تولد هذه التوجهات في بداية تأسيس الدولة العراقية عام 1921 وما بعد يعني من جعفر أبو التمن أسس التيار القومي والحزب الوطني كانت هناك تيارات موجودة في العراق كان هناك تيار وطني تيار قومي تيار ديني وكل هذه التيارات ممكن أن تخلق أحزاب وشخصيات وفكر وفكر تتأسس عليه أحزاب وحتى هناك الحزب الشيوعي عام 1934 تأسس وبعدها بالثلاثينات والاربعينات حزب بعث وغيره وأحزاب الحزب الاستقلال أحزاب كثيرة شكلت في العراق لكن كان كلها فكرها قومي وطني توجهات دينية ما نعلم دكتور كان العراق أيضا في حقبة الاستعمار البريطاني نعم يعني لماذا هي المفارقة نعم لم يكن هناك إطارا محاصصيا بهذه الطريقة هذه إحدى الأخطاء اللي ارتكبها يعتبرون أن الأمريكان يعتبرون أن البريطاني ارتكبوا قطعا لو كانت المحاصصة قد بدأت في ذلك الوقت لكان العراق انتهى من زمان وقسمه وذهب إلى سنة وشيعة وكراد وبهذه الطريقة لكن لم تحصل هذا وكان الوعي الوطني بدرجة أخرى بشكل آخر بتوجهات البيئة الحاضنة والإقليمية كانت باتجاه آخر فلذلك لم يستطيعون يؤسسوا لمثل هذا في عام 2003 أرادت بريطانيا أن تعيد التجربة بأيادة أمريكية بطريقة أخرى اعتبرتها صحيحة مباشرة ذهبوا إلى المحاصصة للطائفية فبالتالي هذا الإطار هو لا يقبل أي فكر سياسي داخله يعمل إلا بإطار إما أن يكون قومي ويذهب إلى الأحزاب الكردية ويتباح هذه أو يذهب إلى الأحزاب الطائفية يروح شيعي كذا ما هو يروح مع جماعة الحزب الإسلامي بهذه الطريقة ومن البداية في مؤتمر لندن هم تحاصصوا بهذه القضية بهذا الحزب وهذا المكون هلقد وهذا المكون هلقد عندما جاء مجلس الحكوم الانتقالي وضح الفكرة تماما وبناء على هذه الفكرة بدأت كل الحياة كل ما جاء وهذا لا يسمى حياة حزبية آسف أن أقول حياة هذا لا يسمى حياة حزبية لأن الحياة الحزبية بفكر أولا فكر للبناء فكر للنهضة فكر فكر يعني انتقادي ينتقد الواقع فكر مقاوم فكر فكر معارض هذه غير موجودة عندنا في العراق احنا كلها شكل واحد إما طائفي أو إثني وبالتالي أنت محاصصة ذهب إلها وعليك أن وذلك سميتها دكاكين تابع لهذه الأحزاب الكبيرة وتمول وبالتالي أنت كل الأحزاب في السابق اللي كانت وتحدثنا عن التجربة في بداية تأسس الدولة العراقية كانت تؤسس بأموان نظيفة الآن قل لي هذه الأحزاب سنتحدث ومو هذه واحدة من النقاط المهمة نتحدث عن قضية التمويل الخارجي لهذه الأحزاب على الرغم من القانون لا مو خارجي أنا أتحدث حتى عن التمويل الداخلي عندما أحد الأحزاب يشغل ملاهي ويشغل تجارة المخدرات حتى يمول نفسه هذه كارثة جدا فكيف تخلق حياة حزبية بفكر كسيح بفكر متدني بهذه الطريقة لا يمكن تخلق حياة حزبية طبعا سنتحدث أيضا عن إقرار واعتراف الأحزاب الموجودة الآن في العراق بكارثية التوجه الطائفي على الدولة والمجتمع خلال المرحلة التي مضت لكن هناك إصرار على هذا التوجه في الحياة العملية نتحدث عن هذا الأمر بعد هذا الفاصل القصير الذي سنتوقف فيه ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا عن التجربة الحزبية في عراق ما بعد عام 2003 ابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني ودكتور فالح الخطاب دكتور عبد الحميد العاني كل أحزاب العملية السياسية الطائفية منها والقومية والإثنية تقر بهذا الخطأ الكبير أو الخطيئة الكبيرة للتوجه الطائفي الخطاب الطائفي النهج الطائفي في إدارة الدولة من عام 2003 إلى اليوم لكنها تعود فتسر على هذا النهج الطائفي هذه مفارقة عجيبة يقر بالذن ويقر بهذه الكارثة لكنه يواصل المسير فيها المفارقة والازدواجية لازمة من لوازم العملية السياسية بل هي لازمة من لوازم سياسات أمريكية عموما وهؤلاء الموجودين اليوم هم تربوا على هذه الازدواجية وهذه المفارقات ودائما قول لا بد من التفريق بين قطابهم الإعلامي بين الشعارات التي ترفع هذه الأحزاب وبين الواقع الذي ينتهجونه مثل تحدثتم قبل قليل عن الشعارات الوطنية والأسماء البراقة وغيرها لكن واقعهم هنا هو أكس هذه الشعارات جملة تفصيلا وحتى الأحزاب التي تنشأ جديدة كما يقال وربما تتفرخ عن هذه الأحزاب الرئيسية التي وافقت على الاحتلال والتي كونت للعملية السياسية فيما يسمى بمجلس الحكم الذي عين تعينا وليس انتخب انتخابا وبالمناسبة الموجودون اليوم هو مجرد تفريع لذلك المجلس الذي عينه بولي بريمر هؤلاء جميعا هم يقومون على نهج واحد هذا النهج هو يهتم بأولا وأخيرا بمصلحة هذه الأحزاب الشخصية من جهتهم ومن جهة ثانية حماية العملية السياسية وراعيها راعيها الأمريكي والإيراني أصحاب المشروع الذين يتخادمان في هذا المشروع هذه العملية بين هذه الأحزاب تتم وفق تقاسم وتفاهمات وحتى أحيانا ربما قد يظهر للإعلان أو للإعلام شيء من التنافس دكتور هناك أيضا حالة من الصراع والتناحر وربما حتى بالسلاح لبيض كما يقال هذه الأحزاب في حالة تنافر وفي حالة تصادم واضح واضح يعني مما جرى خلال المرحلة القادمة هل فعلا هناك انسجام خفي يعني تحت الطاولة هناك بعدين أولا أولا هذا التنافس والصراع والذي أحيانا حتى يصل إلى الدم هو لأي شيء هل هي لمصلحة العراق لمصلحة البلد هل هو اختلاف على مشاريع انتخابية أو مشاريع سياسية أم هي فقط من أجل المصالح والكراسي والمناصب الشعب العراقي يدرك ذلك اليوم نحن نتحدث عن شيء بالمناسبة ليس خفيا وليس تحليلا يختص بنخبة معينة وإنما الجميع تحدث بمثل هذا الأمر الأمر الثاني هناك رغم هذا الصراع ورغم هذا التنافس ورغم هذا الاختلاف إلا أن هناك تفاهم على مبدأ واحد وهي استمرارية العملية السياسية لماذا؟ لأنه هي الضامن الوحيد على وجودهم وعلى استمراريتهم وهنا نعود على سؤالك الأول لماذا ينتقدون؟ لماذا يقرون؟ ويستمرون على هذا النهج لأنه هذا الإقرار هو ليس من دافع تشخيص مشكلة لعلاجها وإنما هو من باب محاولة رمي الدائع على الآخرين ومحاولة التهرب من المسؤولية ومحاولة الاستئثار بالقدر الأكبر من المناصب أو من الحصة على حساب الشركاء الآخرون إذن هم في الأخير يختلفون في تفاصيل صغيرة وهذه التفاصيل ليست سياسية وليس للعراق ولا لمصلحة الناس لها أي أثر وإنما مصالحهم الخاصة بالدرجة الولى ويتفقون على العناوين الرئيسية دكتور فالح الخطاب يعني لماذا هذا اللوم الكبير للأحزاب الموجودة في العراق على الصمغة الطائفية والقومية؟ لأنها في النهاية محكومة بقواعد نظام سياسي تم تأسيسه يحظى باعتراف شرعية من المجتمع الدوني باعتراف أيضا إقليمي باعتراف أيضا عربي وهذه هي محددات النظام السياسي الموجود في العراق فبالنهاية الذنب ليست ذنب هذه الأحزاب الأحزاب هذه مضطرة الخراط بالعملية السياسية وفق أسسها وقواعدها تقبل بهذه الأسس أهلا وسهلا لا تقبل أن تخارج اللعبة تماما فلما اللوم على هذه الأحزاب؟ لا نتحدث عن هذه الأحزاب هذه الأحزاب ليست بريئة هذه الأحزاب هي نتاج عملية طويلة مقاومة مواجهة مناوئة مناكفة للدولة العراقية يعني كثير من الميليشيات التي شخصيتها معبر عنها سياسيا في البرلمان من خلال الأحزاب قاتلت الجيش العراقي كما نعلم كثير من هذه الميليشيات هذه الأحزاب بدر؟ بدر وغير بدر المجلس الأعلى وغير هادي العامري هؤلاء كلهم قبل تأسيس قبل الاحتلال كان لهم موقف من الدولة العراقية من الدولة العراقية من الجيش العراقي وبالتالي هم ليسوا مضطرين الآن لكي ينسجموا مع واقع فرض عليهم إنما هذا الواقع الموجود حاليا جاء بالترتيب سواء مؤتمر لندن أو قبله أو بعده أو مؤتمر صلاح الدين كل هذه الأشياء تم الترتيب لها بناء على يعني الواقع الواقع هو هكذا تم تطوير واقع معين لهذه الأحزاب وهذه الميليشيات وهذه الطائفية وتم فرضها من خلال مجلس الحكم الذي أريد منه خلق فوضى غير خلاقة نحن نسمع بالفوضى الخلاقة الأمريكان أرادوا فوضى خلاقة غير خلاقة أقصد عفوا داخل العراق من خلال هذه الأحزاب التي هي ليست أحزاب كما قلنا بالمعنى السياسي إنما هي عبارة عن تشكيلات تناول العراق سواء إذا تكلمنا عن الأحزاب الانفصالية التي لا تريد خيرا للعراق من بدل البداية لا تريد للعراق خيرا وتريد أن تنفصل عن العراق أو تلك الطائفية التي تأتم بأوامر إيران وليس لها أي مصلحة أو بنفعة بالعراق نحن نتذكر جيدا عندما قامت المقاومة في العراق وقويت وتوسعت وأصبحت ذات شوكة المجلس الأعلى بشخص عبدالعيز الحكيم طالبوا بإنشاء إقليم للجنوب في الذكر نعم نعم لأنهم خافوا أن المقاومة العراقية قد تفوز باستقلال العراق وعندما أطمأنوا وتأكدوا أن الأمر لا عادوا إلى هذا عن هذا الموضوع وبالتالي هذه القوى الموجودة حاليا هي قوى نشأت وترارعت منذ أمد طويل على ذات الأفكار التي هي عليها الآن لا تريد الخير للعراق وهي تأتمر بأوامر أجنبية ونقول رغم ذلك هذه القوى لو أنها خدمت العراقيين وقدمت المنفع للعراقيين وخدمت السيادة العراقية لما كان هناك مشكلة كبيرة لكن القضية أنه هي ضد العراق منذ يومها الأول منذ أن تأسست في المنافي ويعني جزء كما قلنا قبل قليل البيئة السياسية في العراق للأسف غير صالحة يعني مثل التربة التربة إذا كانت جيدة هذا اتهام خطيئة دكتور أن هذه الأحزاب تعمل ضد العراق تعمل ضد شعب العراق ضد مجتمع العراق ضد الهوية الوطنية طيب أنت تستطيع الآن أن تأتيني بدليل واحد ينقض كلامي على أنها تعمل لخدمة العراق؟ نعم دليل واحد يعني لا يوجد دليل واحد يؤكد براءة هذه الأحزاب من العمل لمصالح خارجية يعني الآن لو ترك لهم المجال خذ قانون الجنسية الأخير المطروح واللي هو كابالون كابالون اختبار يعني مدة سنة من يبقى بالعراق هذا من قام بهذا المنافذ الحدودية التي مفتوحة على إيران أنت الآن ما يتم الحديث عننا عن صراع إيراني أمريكي وهو في الحقيقة يسمى باللغة العامة يعني المنتشرة أقصد التخادم وهي تتكامل المصالح الأمريكية والإيرانية ماذا ماذا هو؟ لأن هناك قوى تعمل ضد العراق كل شيء الآن يتم في العراق ضد المواطن العراقي ضد الإنسان العراقي وضد العراق كدولة وسيادة نعم هذه القوى أفرغت العراق من أي مضمون وليتها وقفت عند هذا الحد إنما هي تعادي الإنسان العراقي من خلال المخدرات ومن خلال النظام التربوي من خلال الصحي لك أن تتحدث عن أي شيء وبالتالي هذه ليست أحزاب سياسية ولذلك كان هناك ردة فعل من المتظاهرين في البصرة في التظاهرات التي جرت أخيرا بإحراق هذه مقرات الأحزاب والميليشيات وعملت على أنها هي العدو وليس غيرها أستاذ ماجد بس نقطة وحدة لحظة وحدة يعني يكفيك أن تعلم أن هذه المسمات أحزاب هي تعبر عن واقع الفساد الكبير صدر تقرير قبل يومين برلماني أو شيء يقول أن ما يسمى بظاهرة الموظفين الفضائيين وهم مئات الألوف من يمنع إزالة هذه الظاهرة هي الأحزاب في مجلس الوزراء هي الأحزاب الموجودة هي التي تمنع لأنه منتمي لها ولكن تعلم ماذا يجري في البلد الموظفين الوهميين الفضائيين هم الموظفين الوهميين الأحزاب التي تمنع الآن إزالة هذا هذا ما قرت بها أمانة مجلس الوزراء دكتور رافع الفلاحي وأنت تطرقت لها النقطة بس حتى شوي نستفيد بها ليس في العراق الآن دعونا نقول فيه معظم هذه الأحزاب أن هناك حزب بالمعنى الحقيقي أنه فيه نظام داخلي لديه توجه فكري معين تستطيع أن تميزه عبارة عن شلالية وربما حتى هذه الشلالية تتقافز يعني هذه أفراد هذا الحزب يتقافزون الحقيقة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين بلا خجل وبلا أي إحساس بالمسؤولية تجده ربما شيوعي قفز إلى حزب طائفي فقط يحقق له مصلحة ما يعني هذا المشهد كيف يمكن توصيفه هل هذه أحزاب يستطيع الحزب أن يسمي نفسه أنه أنا حزب فعلا؟ حقيقة ساذ مواجز أحنا ما نتحدث يعني يعني شيوعيون مع تحالف سائرون وهو تحالف طائفي نعم نعم مثلا؟ هذه واحدة من المفارقات المضحكة المكية في بلد بخمسمائة حزب وواحد أيضا من قيادات الحزب الإسلامي فجأة انتقل إلى حزب الدعوة في اتلاف دورة القانون مع المالكي مثلا نعم نحن نتحدث يعني وحضرتك في عنوان هذه الحلقة وفي مقدمتها كنت تتحدث عن حياة حزبية هل هذه الأحزاب تشكل حياة؟ أهم شيء يشكل حياة نتحدث عن هذه المفهوم الحياة أهم شيء يشكل حياة حزبية هو فكر دعم قل لي بالله يعني هذه الأحزاب الخمسمية من من هذه الأحزاب يمتلك فكرا تستطيع أن تضعه بالميزان فكرا وطنيا قوميا حتى لو مضاد للعراق فكر فكر بمنطلقات فكرية برؤى بتنظير فكري يحسب له حزاب وتضعه بالميزان وله وزن لا يوجد ما عدا الأحزاب الطائفية الدينية الطائفية والقومية دكتور قد تقول هذه الأحزاب نحن توجهنا الليبرالي يتحدثون عن هذه القضية لكن الأحزاب الطائفية بالعموم هي هو توجهات بهذا الاتجاه مثل ما قلت المحاصصة بهذا الشكل الأحزاب الطائفية لديها فكر أو توجه باتجاه الحشد الطائفي لفكر معين لتوجهات معينة تنفيذاً لأوامر خارجية ومشروع خارجي ليس أكثر أما كفكر للبناء فكر للتنظير فكر لكسب الناس بالفكر بالفهام بالعقل بالمنطق بالعاطفة غير موجودة هذه ربما بالعاطفة يعني ربما أقطعني في هذه القضية لأن قضية الكسب بالعاطفة لا يعني موجودة لأنه عندهم يجلسون على المنابر ويستغلون العاطفة بطريقة غريبة عجيبة لكسب هذه الناس للأحزاب عموماً هذه الأحزاب كل غايتها هذه الإطار الحزب اللي مشكلة به خمسمائة حزب وصفها الأمامي أو ستة أو سبع حزاب اللي نعرفها كلها مؤسسة على أساس مكاسبها ما الذي تكسبه هي شخصياً وما الذي تحققه لسيده من تتبع له خارجياً داخلية هي خارجياً كلها من تتبع له ماذا يريد كيف تحقق له هذا وداخلياً كيف تكسب بحدود ضيقة ما هي المساحات اللي تكسب منها لذلك نجد أن هذه الأحزاب لديها الآن مؤسسات اقتصادية هي مسيطرة عليها مؤسسات أمنية مسيطرة عليها دوائر معينة مسيطرة عليها كلها جزء من محاصصات وظيفية وخدمية وتمويلية كلها مقسمة حتى في بغداد عندما تلاحظ بغداد يعني وضعت خارطة لبغداد ستجد إذا خارطة حقيقية لمناطق النفوذ لكل هذه الأحزاب ستجد أن هذه المنطقة لنفوذ الحزب الفلاني وميليشياته وهذه المنطقة لنفوذ الحزب الفلاني وميليشياته وهكذا وبالتالي تصل إلى الدوائر مؤسسات الدولة هذه تابعة لفلان مؤسسة لفلان حزب وهذه فلان حزب وهذه وهكذا مثلما ولذلك ولذلك عندما أحد المنظرية أو المراجع الدينية لحزب مشترك بالعاملية السياسية أعطيه وزارة المرأة قال ما ردها ما سوف تفيدنا هذه وزارة المرأة فعلاً هم هكذا يحسبون الأمور فبالتالي أنت تصل إلى النتيجة أن هذه ليست أحزاب ليس هناك فكر وراءها لذلك لا وجودها لحياة حزبية في العراق لا وجودها لديمقراطية التي تتحدثون عنها هذه كذبة كبيرة تحدد الناس إما أن تكون طائفية أو تكون إثني ما عندك غيرها الخيارة لأنه عداهن إذا سويت حزب مو طائفي أو أنت مرح تقدر تعيش وذولا بميليشياتهم رح يقتلوك واختالوك أنا ذكر دكتور الميليشيات أشكرك دكتور عبد الحميد العاني كل الأحزاب خاصة طائفية منها والقومية لديها أو حرصت على أن تكون لديها تنظيمات مسلحة ميليشيات فرق موت خاصة مافيات مسلحة إذا كان الوضع في العراق أنه نظام ديمقراطي تعددي السلطة تتم تداولها بطرق سلمية لماذا الحرص على الميليشيات وخاصة بعد الإعلان الحكومة القضاء على ما يسمى الإرهاب أو تنظيم داعش لكن هذه الميليشيات الآن تقوى تدعم بالسلاح مرة ثانية لماذا هذا الحرص من هذه الأحزاب على أن تكون لديها ميليشيات مسلحة مدججة بكل أنواع الأسلحة لو كان العمل عمل طبيعي سياسي فإنه هناك سيكون تنافسي بين هؤلاء الأحزاب لإقناع المواطن العراقي لكن جميعها ماذا قدمت للمواطن خلال هذه السنوات الماضية كلهم يجمعون أو كلهم شاركوا بالسياسات التدميرية التي تكلم عنها الأستاذ قبل أقل الدكتور فالح قطاب قدمت له الأمن والدكتور بعد سنين مما يصبح الإرهاب استباحة الإرهاب للعراق من القاعدة إلى تنظيم الدولة على عكس ذلك هم كانوا صناع للفتن ولمشاكل الداخلية وكانوا سببا في دمار المدن بأكملها كل الإحصائيات هي إثبات على أن سياسة العملية السياسية التي تشترك بها جميع الأحزاب السياسية قاطبة هي سياسة تدميرية للعراق بكل المستويات وكل المجالات اقتصادية خدمية للناس سياسية أمنية كما تقول عنها تدمير المدن كل النواحي والإحصائيات خير دليل على ذلك إذن لما لم تنجح هذه الأحزاب في أي سياسة لإقناع الناس لخدمة الناس كانوا حريصين فقط على حماية هذا المشروع وكانوا حريصين على مصالحهم الخاصة وكانوا حريصين على حماية الفاسدين من يحمي الفاسدين؟ اليوم هذه هو ربما يقاس قوة هذا الحزب من ذاك الحزب في أن هذا الحزب استطاع أن يحمي الوزير الفلاني وهذا الحزب لم يستطع أنه يحمي الفاسد الفلاني حماه بسلاح ميليشياته فلذلك هنا لما لم يستطع أنه يقنع المواطن العراقي الذي هو يفترض أنه يكون الوسيلة الحقيقية ليصال هؤلاء إلى المناصب والاستقاسم السلطة وتداولها كما يقال من شعارات إذن كان لابد من اللجوء إلى الميليشيات وإلى الإرهاب أولا لحماية أنفسهم ثانيا لإرهاب الآخرين فيما بينهم لأن الحلبة فيما بينهم كما ذكرنا قبل قليل هي حلبة مصارعة وتنافس فيما بينهم للتقاتل حول بعض الكعكات طبعا هناك حدود صاحب المشروع حدد المحاصصة بينهم لكن ترك هناك هامشا من الفتات للتقاتل عليه فلذلك من الذي يستطيع أو يؤمن الحماية أو هذه المناصب هي الميليشيات واستخدام القوة لإرهاب الناس لإسكات أي صوت ربما يعارضهم أو يفضح هذا الفساد وكذلك أيضا لإرهاب أو لإخافة المنافسين الآخرين دكتور رافع بس تعليق بدقيقتين إذا قوى العملية السياسية الموجودة الآن الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كل يوفر لهم الحماية هناك حماية أمريكية وحماية دولية وحماية عربية وحماية من إيران وهناك 70 دولة في تحالف دولة وقواعد عسكرية والطائرات رهن إشارتهم هل فعلا يحتاجون إلى هذه الميليشيات؟ لماذا هذه الحاجة على الميليشيات؟ والآن 60 ميليشيات موجودة ومضفى عليها صفة قانونية بين قوسين من قبل البرلمان هذه الميليشيات أدواتهم لحماية هذه المكتسبات لتحصيل هذه المكتسبات لتحصيل هذه التقاسمات لضبط هذه التقاسمات كل حزب لديه ميليشية يكبرها يصغرها تبعا للمساحة التي يقف عليها وبالتالي قدرتها على مقاومة التصادم مع الآخرين وقدرنا أقول أن كل هذه الأحزاب مع كل هذا الدعم اللي حضرتك تشير له لكنها لم تستطع أن تقنع أو تجبر حتى بالقوة 82% من العراقين على انتخابات على الدخول إلى الانتخابات والإدلاب يصواتهم جسالة هذه الأحزاب إذن هناك مقاطعة شعبية لهذه الأحزاب لأن فكرها ما عدا فكر وتصرفاتها تصرفات رذيلة والشعب كاشفها ولا يحتاج إلا فرصة لكي يثور عليها دكتور فرع الخطاب إلى أي حد ساهم الخطاب السياسي والإعلامي لهذه الأعزاب الطائفي في تفتيت المجتمع إذا صحت التوصيف إثارة النعرات الطائفية إثارة الشحناء البغضاء والتكريه في المجتمع العراقي هل كانت له مساهمة أم أن المجتمع هو نفسه منقسم على نفسه وفي حالة تناحر يعني من ينظر إلى واقع العراق قبل الاحتلال يجد أن هذا المجتمع كان مجتمع أشبه ما يكون بمجتمع واحد كان فيه مصاهرة فيه تداخل أنت شيعي أنا سني أنا سني أنت شيعي العكس هذا موجود ومعروف ولكن لم يصل إلى حد الاحتراب وإلى حد الانقسام العميق هذه القوى التي تسمى الآن أحزاب هي من شارك بخطابها وممارساتها وإجرامها وأفعالها هي من ساهم في تقسيم العراقيين ودفعهم دفعا إلى خوض صراعات طائفية وغدت الفكر الطائفي وعمقت الشرخ الطائفي ونقول لو لا أن العراق فيه صلابة مجتمعية قوية لكان انحدر عام 2006 إلى حرب أهلية حقيقية لم تجري حرب أهلية حقيقية لأن المجتمع العراقي ظل رافضا لهذا الخطاب الممقوت الذي غريب هو غريب على البيئة العراقية وخاصة البيئة البغدادية وبالتالي ظل مستعصما بوحدته واستمر الخطاب الطائفي يتغذى من خلال ميليشيات تثقاتل فيما بينها وتحاول أن تفسد لحد الآن يعني حد الآن لك أن تتخيل أن رئيس فزراء نور المالكي رئيس فزراء وهو أعلى سلطة حسب الترتيب الجديد بعد الاحتلال يتكلم عن معسكر يزيد ومعسكر الحسين هذا يعني اللينيني يقول الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية وهذه أعلى مراحل الطائفية والخطاب الطائفي العنفي الذي يقوم على يعني العنف والدم وتقسيم المجتمع بالقوة واستعادة الإشكاليات التاريخية دكتور رافع يعني في الدقائق الأخيرة قالوا الأحزاب حضر على هذه الأحزاب أن تعتمد أو تمون نفسها تمويلا خارجيا من الدول الأخرى لا يجوز ممنوع منع باتا لكن هذه الأحزاب مستمرة بالتمويل الخارجي من دول عدة من إيران وغير إيران هذه الأحزاب مفارقة غريبة أنه هي شركاء السلطة شركاء رئيسية وقد استولت على كل ثروات ومقدرات البلد حتى أن التريليون دولار قد أهدر في حقبتي دورتي المالكة فقط والفساد مستمر هل تحتاج إلى تمويل خارجي فعلا؟ لأن هذه الأحزاب وهذه القوى التي تشترك بالعملية السياسية هدف واحد من أهدافها المهمة أن لا تؤسس دولة في العراق أن العراق يعيش بلا دولة لكي تتصرف بالطريقة التي تتحدث عنها تمويل نفسها من الخارج تمويل نفسها برؤوس أموال خارجية لكي تنفذ أجندات خارجية هي مملوكة للخارج هي من البداية جاءت مملوكة للخارج هي لم تكن أعزابا عراقية ولدت من رحم العراق من رحم معاناتها ورحم الشعب العراقي لا وهذه التجربة مصممة بهذا الشكل أمريكي وبريطاني وإيراني لكي تشضي العراق حقيقة هذه كثرة الأحزاب كثرة وسائل الإعلام الكثيرة كثرة الصحف كثرة المحطات الفضائية للأحزاب الآن عندنا يمكن مئة محطة بالعراق أكثر بلد عنده محطات تلفزيونية أكثر بلد عنده صحف أكثر من ممكن ستمائة صحيفة تصدر وأغلبية السحقة ذات خطاب طائفي هو هذا ولدينا خمسمائة حزب هذه بالتالي نحن داخلين هذه ما القينس للأرقام القياسية الحقيقة هذه لم تأتي اعتباطا هذه خرية التعبير دكتور هذه غاية الفوضى غاية التشضي غاية أن لا يخلق فكر غاية أن توزع كل هذه كل هذه الناس بين هذه الفوضى تشتيت لذهن الناس تشتيت لتركيزه تشتيت لفكرة الوطنية الفكرة القومية الفكرة الديني كلها تشتيت إليه فبالتالي أنت لا تجد حياته لا تجد حياته السياسي ولا تجد حياته الاقتصادية والاجتماعية ما موجودة بالعراق هذه هي جزء من فكرة أو مشروع الاحتلال أن يبقى في هذا الجو الخانق المقيت الأسود قاطع عليك الحاضر والمستقبل هو هذه الفكرة الموجودة من هذا ذلك كثرة هذه الأعزاب لا تعني الديمقراطية لا تعني توجها للمستقبل بازدهار بالعكس توجه أظلم وخراب ودمار واستبداد برأي الشعب وتشضي للفكر شكرا لدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي شكرا لدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في أية علماء المسلمين وأيضا شكرا لدكتور فارح الخطاب الكاتب والباحث السياسي والذين كانوا معنا هنا في الستوديو لمناقشة أو بحث حقيقة التجربة الحزبية في عراق ما بعد عام 2003 في ظل هذا العدد الكبير من الأحزاب والتيارات السياسية في العراق شكرا أيضا لكم مشاهدين الكرام وإلى نلتقي في الأسبوع القادم في أمل العام اشتركوا في القناة